عموماً نروح لمطش القمة النهاردة اتحاد الكورة عمل خطوة جريئة جداً وانا هقول لكم ليه خطوة جريئة لانه اعلن عن طاقم تحكيم مباراة القمة قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعة ودي فيها جزئية الناس ممكن تسمحها من الاول مرة الناس كانت فاكرة طب ما نقول لكم الاول طاقم حكام مباراة القمة لان اللي جايها لفكرة يبقى مفاجئ اللي حضرتكم قبل ما يبقى معاي مداخلة مهمة هتكلم في التفاصيل تانية لان اللي هقوله دلوقتي بعد ما اقول اسمح حكام القمة هيبقى مفاجئة للكل اولاً طاقم تحكيم اسباني بقيادة اليخاندرو مونيز هو اللي هيقود ادارة مباراة القمة بين الاهل والزمالي في الجولة السبع وعشرين للدور العام يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي هيعاون اليخاندرو مونيز اتنين حكام مساعدين ايضاً من اسبانيا المساعدة سانشيز روخو والمساعدة الثاني فابيان بلانكو دول الاتنين المساعدين من اسبانيا ايضاً والحكم الرابع فرانشيسكو خوسي طاقم تحكيم اسباني طيب على تقنية الفيديو سانتياجو خامي ده حكم الفار الاساسي واي فار المساعد ميجيل انخل اورتيز ارياس ده مساعد لاي فار مع الحكم الاسباني اللي هيقود اللقاء اليخاندرو مونيز على فكرة هو حكم صغير في السن يعني عنده 33 سنة حكم درجة اولى من 2021 طبعاً واضح انه عندي في البيانات مش موضحين انه هو حكم دولي ولا مش دولي بس معنا انه حكم درجة اولى يبقى مش حكم دولي عموماً هنتأكد من القصة دي في الساعات اللي جاية ولكن 33 سنة بيحكم في الدوري الاسباني لليجا من 2021 يعني بظبط له تلات سنين السنة دي قدر 26 مباراة في الدوري الاسباني 18 لقاه كاسمالك اسبانيا 4 مباريات السوبر الاسباني مباراة واحدة كان قدر مباريات في امم اوروبا للشباب تحت 17 للسنة بيدي بطاقات صفرة يعني نقدر نقول كتير شوية بمعدل 5 بطاقات صفرة في المباراة الوحدة 125 بطاقة صفرة 5 بطاقات حمراء حسب 9 رقلات جزاء اهم مباراة ادارها في تاريخه يعني لغاية دلوقتي كانت مباراة برشلونة وختافي ولكن من البيانات اللي قدامي يبدو كده ان هو مش حكم دولي